طيب عالميا خلي اخدكم سريعا لثلاث قصص او خليني اول افعى منتخب مصر واحد انتو عارفين طبعا بعد مواجهة الاهلي والودات في المغرب يوم 11 هيكون في مباراة لمنتخب المصري في المغرب مع غينيا الجولة الخامسة في تصفيات امم افريقيا في المغرب يوم 14 وبعدها هيكون عندنا مباراة الدية هنا في القاهرة مع جنوب منتخب جنوب السودان يوم 18 ميسر وي فيتوريا بيفكر فيه انه يدي كل اللاعبين المحترفين اللي تم اختيارهم لمشاركة مع منتخب مصر في مباراة غينيا يديهم راحة عشان موسم بالنسبة لهم طويل موسم انتهى يبقى عندهم فترة راحة قبل ما يدخلوا في مرحلة العداد للموسم الجديد ويكتفي بس بقائمة المنتخب من المحترفين المحليين اللي يخشوا معسكر عشان يلعبوا مباراة السودان يوم 18 يعني انا شايف انها مش هتكون فرق كتير بصراحة 4 ايام ما اعتقدش ان هما كده كده واكيد يعني اغلابهم ممكن يكون راجع مصر بكلم عن اللاعبين المحترفين في الخارج اللي تم اختيارهم صلاح تريزي جي حجازي مرموش مصطفى محمد كلهم خلصوا سيزين بتاعهم خلاصوا اتحاد جاد دا لعب اخر مباراة صلاح خلص في الدولة الانجليزي نونت خلص مع مصطفى محمد دوري الالماني خلص يعني كل الدوليات خلصت وبالتالي العيبة بدأت بالفعل او بعد مباراة مصر وغينيا هتبدأ بالفعل لدخول فترة راحة ما اعتقدش ان الاربعة ايام دول هيفرقوا معهم كتير يعني لو الراجل حقيقة يستغل المعسكر ده مش قصة مباراة منتخب جنوب السودان يعني لوحد مش شايل هم مطش جنوب السودان لكن اقصد اقول انه يبقى فيه فترة اطول شوية المنتخب يلعب فيها من غير ضغوط مطش غينيا مباراة رسمية ومباراة صعبة منتخب غينيا منتخب تقيل وارهاقنا هنا جدا في القاهرة نفاك المباراة دي احنا كسبناه واحد صفر بالعافية عنده اسماء محترمة جدا فهتبقى مباراة صعبة ومباراة رسمية وحسابات المجموعة بتقول انها مباراة فاصلة على الصدار اللي هيكسب المباراة دي هتصدر المجموعة لانهما الاثنين المنتخبين مصر وغينيا اعتقد في نفس المركز يعني بيتشاركوا الصدارة برصيد تسع نقاط فبالتالي فكرة انك انت تلعب مباراة بعدها بدون ضغوط تفكر فيها بقى فانك تحط فكرك تغير النتيجة مش هتتحسب عليها تزود الانسجام تقرب اكتر من اللعيبة تحفظهم اكتر يبقى فيه يعني انسجام اكتر ما اعتقدش الاربع اتيام هتفرق بشكل جبير لكن في النهاية طبعا القرار قرار مستر وي فيتوريا ترجمة نانسي قنقر